هنم تخيل ان انت راح تقدر ترويح للاك تماما من موبايلك قد ما كان قديم اي اصدار كان بعبر اعدادات بسيطة موجودة في لابد مانيكرافت الاساسية بدون ولا مداد بدون اي شيء لاتنسى للاك بالاشتراك وخلينا نبلش بالشرح على طول وحلو قوائس وفرص قلنا جربا بالفيديو جديد هات بلاحقوني الجزء الثاني من الفيديو شرح كامل لابدات مانيكرافت اليوم بيس ملاشو حاليا ملاشو حاليا بلوجه المرة الماضية بدون سلقات الاشتراك خلينا نخلش وخلينا نعمل العلم جديد بسرعة ننوح على جنرال نسمي العلم جاي نخلي كرياتيف ننوح على ادفان نخلي فلات اوكي جايز منبلش باول واحدة على طول نفوت على السيتنج نفوت على السيتنج نحن وصلنا للجنرال فمن هون هنتبلش اول خيار اللي هو نتورك سيتنج اللو موبايل داتا فور اونلاين بلايارز الشرح طبعا انه كاتبينك يوز موبايل داتا فور ملتبرا المهم الى اخر القصة انه حيخليك تستعمى اذا مشغل البيانات بياخد البيانات مشان تفتح عليهم السيرفر طبعا انا بهالحال ليش مو مفعل لاني مالي بسيرفر وبالنسبة للتاني فهو شي غير مهم التالت فيه باكات او حزم مخصصة من ماينكرافت بتنزله مثل اي شي مثل مودات تقريبا بس من ماينكرافت من الشركة الاساسية موجانج فحني هدول بيتحدثوا فهون عم يقلك او تو ابديت انلاك باكس يعني التحديث التلقائي لهدول الحزم وهون خيارات عم يقلك اوف يعني لا ترقي بالمرة لا تحدث بس مع الواي فاي واي فاي او موبايل داتا اللي هي فقط مع الواي فاي والوحدات اللي بعدها ما يشكل لك او بالاحرى ما يعطيك السكن اللي هو هاد ما يعطيك السكن الا اذا كان شي موثوق يعني ماينكرافت نفسه كمان بتبقى سكينات او حتى فيك تعمل سكينات اللي حالك فاذا انت عملت سكينات ما جبتهم من مواقع فهذا يعتبر تراستد يعني موثوق اما اذا انت حملت سكن من ملف فهذا غير موثوق انت اذا بدك سكن ومملأ ما ملأ اي عم يزبط بالملفات حاول انك تطفي هذا الخيار ممكن يزبط بالنسبة لها هادول فهنين كلها هادول اشياء مو مهمة لا تخافوا عن جد مو مهمة بالنسبة للاكاونت فحرفيا كله يعني كله عن الحساب تبع الاكس بوكس تبع السيرفر واللي اغلبيتنا ما عندنا اصلا فراح نسكبه تقريبا الكرياتر بالكرياتر يعني صراحة انا عن جد كمان هون ما شفت فيه شي مهم ابدا الكرياتر بمعنى الصانع يعني اذا انت مهتم بانك تكون كان منتج للعبة او هيك شي فالخيارات كلها يعني خيارات ما العلاقة باللعبة بشكل مباشر فراح ننتقل للي بعدها والمهم واللي عم ننتره من اول حلقة الفيديو نبالش ما اول شي مع البرايتنس او السطوع البرايتنس اه هي السطوع الضوء باللعبة حاليا متل ما نكون شايفين السطوع مية بالمية لو اجينا متل ما نكون شايفين هاي هي الاضاءة رح نحاول هلأ ننزل على نروح على فيديو البرايتنس رح نوطيها للخمسين بالمناسبة هي كدفولت بتكون خمسين فرح نوطيها للخمسين او 49 نفس الشي متل ما نكون شايفين كل شي صار اعتم واذا بدنا نكون موطحين اكتر هاي صورة الجراس بالخمسين وهاي صورته بالمية بتوقع هيك الفرق صار مبين نوعا ما المهم وننتقل علي بعدها على طول اللي بعدها كاميرا ما مهمة هي الكلمة ابدا مو يعني ما بعرف اقرها بس مو مهمة هاذ الاداد مهم جدا مو لاغلبية الناس بس الناس اللي عم يدوروا عليه ما بيعرفوا شي عنه ابدا هلا رح حاول اني اشرح لكن اكتر ماني احكي لكن الفرست برسن او اللي هي الوضعية الاساسية متل ما نكون شايفين اه 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 سهله المهم متل ما نكون شايفين وين الكاميرا وين انا وكل شي طبيعي رح نحاول هلا ان احنا نعدة نروح الى فيديو نعدة الفرست برسن نحطها ثرد برسن باك او بالاحرى الوضع الثالث من الظهر متل ما نكون شايفين حاليا طلع قدامنا اللاعب فمتل ما نكون شايفين هذا هو المنظور يعني المنظور ايه ولو من غير ثرد برسن فرونت هيكون اللي هو هيك متل ما نكون شايفين رح تكون الكاميرا موجهة لوشي وننتقل علي بعدها اللي بعدها هيد هاند اخفاء اليد طبعا لو انا هلا انفعلها او خلينا ما نفعلها بالاول مشان يوضح معنا ونضبط الرفيو نرجع الفرست برسن متل ما نكون شايفين هدا هو المنظور ومتل ما نكون شايفين ايدي طالعة بالكاميرا الايد تبع اللاعبه فرح نحاول نرجع هلا ازمن خفية من الشاشة قدامنا نروح الى فيديو هيد هاند ونطلع متل ما نكون شايفين الايد هون كانت كله اختفيت وبطيت ضاعي اك بالشاشة فالنا صراحة ما بشوف شي الو ضاعي فرح نخلي اياه اللي بعده هو ممهم تمام هو ممهم الخير اللي بعده هيد اتش يو دي تمام هون صرنا اتش يو دي اه كيف ديلكون ياهم شايفين هلا ازا راجعين لهون متل ما اطمان شايفين كل شي مختفي يعني كأنك شو بدي يقلك انا حاليا عم بلعب حبقلك هذا مو فيديو متل ما اكون شايفين كل شي نفسه وهون الايتمات نفسه الاتش يو دي يعني كيف ديلكون ياها بمعنى كل الايقونات اللي باللعبه طبعا لا تفعل لانك ما رح تعرف تطلع منه لازا مو حافظ وين الزرار وكذا فلا تقرب عليها فراح نقيمة طبعا سكرين انيميشن هلا لو منطفية تمام؟ طلعنا فتنة رحنا عالستنج رجعنا فتنة بتحسوا اللابة هلا نوعا ما صارت اسرع لكن بتحسوا ما فيا حيات يعني شايفين كيف عم تروح تجي دغري ما فيا شي باينما رح نشغله ونشوف كيف رح تطلع ويفوت عم يصير في رسومات بسيطة وانا عم بتنقل بين القوائم شايفين كيف هاي شوية بيروح يمين بيطلع لفوق وكذا هدو هنالرسومات باختصار فهنا بيكونوا مفاعلين وطبعا خليها HUD Opacity Opacity بمعنا شوفها فيا من الحلقة الماضية بالناسبة اللي ما شاف الحلقة الماضية يروح يشوفها لانه من جد مهمة شرحنا فيا اساسيات الاعدادات اي HUD قلنا قبل شوي هو السطر تبع الائتمات اللي معاك او كل الزرار اللي بالشاشة فحاليا هي مية بالمية متل ما نحن تعودين عليها لو نقصناها حاليا للسبتعاش فشو هيصير فشو هيصير متل ما كنت شايفين حرفيا الهاده ثبع الاويتمات اللي تحت شبه شفاف لهو هاد شايفين ام تطلع بس لما كبست علي هلا نستنى شوي رجع يختفى هاي يعني اذا انت حابب كمان تقيمو من عشاشتك الا بستكبس عليه انا برجح انك تحطو على السبعين تقريبا بكون منيح او فيك تحطو مية كالعادة ما رح يأسر لهالدرجة الف او في طبعا بدي اعتذر اول شي من الفيديو الماضي انا شارح كيف نخلي الفيديو شوفوه بالمقدمة الفيديو الماضي فرح نشرح كل شي عن الف او في لا تخافوا اول شي شو هو الف او في هو بعد الكاميرا او كمية الصورة اللي انت بتشوفها بالشاشة قدامك مشان يكون الامثيلة واضح قدامنا رح نخلي ف او في اقل شي ولي هو ثلاثين ومتل ما كن شايفين رح نكمل اذا متل ما ملاحظين تحسين كأنه معمول زوم ان او مكبرين الشاشة قدامنا لكن حقيقة هي ما نزوم متل ما كن شايفين لاني ما عم بقدر اوصل له فهي ما نكا زوم هي كمنظور شاشة صار اقرب هنرجعه متل ما كان او متل ما كان خلينا وارجيكم الفرق رح نحطو عالستين اتنين وستين مثلا متل ما كن شايفين المنظور صار ابعد شوي وحابب برجح انه اغلبية الموبايلات اللي بتشوف هيك بتفكر انه اللعبة غيره على الموبايل تاني لكن هي القصة كله بالف او في فهاي هي الستين طبعا ما دك تحط ببالك انه اللاق او التعليق رح يزيد كل ما عاليتها السبب لانه موبايلك عم يحمل اشياء اكتر كل ما تمشي خطوة واحدة اذا انت موبايلك مولها الدرجة فخليها عالستين لانه فرح نحطها انا برجح انه تخلوها على المية اللي هي المحترفين بيلعبوا على المية اصلا او تسعين اذا موبايلك ضعيف شوي متل حالاتي يعني ما ما رح اقعد صدق حالي فبتركها انا بتقريبا اربعة وتسعين هيك شي متل ما نكون شايفين هي هي اذا حابين شوفوا كيف بس خلينا نرجع الدنيا نهار متل ما نكون شايفين هذا هو المنظور صراحة منظور مريح يعني عن جد المنظور مريح بيورجي كل شي باللعبة ننتقل على اللي بعده متع السيتينج اللي بعده شو اوتو سيف نصرنا بالاوتو سيف ايكون تخيلوا معي نبلش بالسيناريو انت كت عم تلعب بامان الله وما عم تعمل شي غير مألوف وطفى معك الموبايل من شحنه يعني طفى عملا بوروف انت رجعت حطيته بالشحن بعد فترة وفتحته وفتحت عالم اللي انت كت عم تلعب فيه مرجعت لقيت انه مو كل التقدم اللي انت كان عندك رايح يعني تقريبا اخر كم شغلة بس اللي عملتون كأنه مو صايرين بالعالم او رايحين فهات شغلة بيرجع للأوتو سيف او الحفظ التلقائي كل عشر دقاي خمس دقاي تقريبا بيعمل هو حفظ تلقائي للعالم او للخطوات اللي انت عملتها فانت اذا طفى معك الموبايل بوقت لسه هو ما عمل فيه حفظ تلقائي فتقدمك حيروح اللي بعده اوتلاين سيلكشن مش مهم يعني اسموه من اللي بس لكم مهم يعني ما ح تحتاجوا انجيم بلاير نيم هلا انجيم يعني في اللعبة بلاير نيم اسم اللاعب بتوقع هو واضح لك راح نشرح بالسيرفرات او اذا كت عم تلعب مع رفيقك بشي عالم فهو بالعادة بيطلع اسمه فوقه فوق الاسكان فهون بتقول اذا انت بدك يطلع لك اسمه ولا لا اذا انت عمل له هيك فلاعب قدامك ما راح يطلع لك اسمه هيك راح يطلع لك اللي بعده مو مهمة واللي بعده مو مهمة واللي بعده مو مهمة مننتقل على ريندر كلاوتس تغري يا جماعة ركزوا معي هون لانه القصة عم جد بده شغل يعني الريندر كلاوتس عنا تحميل الغيوم هون اذا موبايلك انت ضعيف او بالاحرى مو ضعيف اذا انت موبايلك يعني عم يعلق نوعا ما بدك تضعف شوي من الضقة بحيث انك يصير موبايلا باسلس شوي ريندر كلاوتس بكل بساطة هي ما رح تحط لك شي غيوم قدامك طبعا ما في غيوم بنهار لكن ان كان في غيوم ما رح يحمل لك يا هون بهدف شو بهدف تقليل التعليق يعني بصير اشياء اقل بده يحمل للموبايلك اذا موبايلك عم يعلي او انت مانك شايف كتير ضرورية ففيك الطفية هين عم سماء شايفية مشكلة بيوتيفول سكايز طبعا بدي هلا اول شي تركزولي على السماء تمام متل ما كون شايفين كيف السماء طلعه رح نحاول نطفي الخيار اللي اسمه بيوتيفول سكايز او سماء جميلة رح نطفي الشمس اختفت تدريج الضو اختفى صارت السماء حرفيا كلها تزرقه بدون تأثير اي ضو كمان هاي هدفها باللاق اذا موبايلك عم يعلق هدو كلهم رح نشحن هلا اللون علاقه باللاق تقريبا كمان هاي اللي هي بيوتيفول سكايز بالمعنى السماء جميلة اذا فعلتها رح يصير موليكرافيك رح تصير عندك السماء واضحة وواقعية اكتر شوي من كتر ما ميكرافت واقعية مهم بننتقل علي بعدها ثموس ثموس سموس لايتنينج لايتنينج بالاحرى اي اذا اجا برق او رعد وانت عم تلعب وحسيت انه بس عم يجي برق ولموبايلك عم يعلق ففعل هاد الخيار بنصحك فيه يعني صاح شوي بيخفف من الافكتات والتأثيرات لما ينزل البرق لكن بيخلين يمشى على الموبايلك كأنه ما صار شي فكمان لحد الان هادا تحت قوسين تخفيف اللاق فانسي جرافيك هادا اكتر خيار مهم اذا الناس اللي بدأت تقليل اللاق وتكتر الفريمات اذا طفينا هاد الخيار متل ما نكون شايفين لحال كنوصلكم بتوقع يعني من السماء مبين صارت اللعبة يعني ما معرف شو قولكن لكن مبين انه دقتها كلها اختفت او مختفت صارت مكعبية اكثر فراح نجيب على سبيل المثال هادا الحيط تمام رح نحطه متل ما نكون شايفين بهاد الشكل وراح نروح نفعل خيار فانسي جرافيك فيديو فانسي جرافيكس توقع هلا وضح معكم الفرق اول شي الغيوم ما نمبينه ليش لانه ضو الشمس اقوى من انه يطلع الغيوم والحيطان بيان عليها تفاصيل اكتر بكتير والاختلاف الرئيسي كمان بيكون بالتورتش الضو بيصير الافكتات بالفانسي جرافيك فالفانسي جرافيك الشي مهم اذا كتخفف اللاق فخلينا ننتقل علي بعدها حاجة لا يفاضي الفو في كان بي الرطت باي جيم بلاي بمعنى انه تأثير الكاميرا بيتغير بالجيم بلاي تبعك نطيت بيتحرك معك الفو في او المنظور عندك يعني متل ما نكون شايفين هلا ونطينا او اسرعنا رح تحسوا الفو في كتر او نقس لما نزلنا وهكذا ننتقل علي بعدها على طول نروح على فيديو اللي بعدها على اليو اي بروفايل اليو اي بمعنى الواجهة بروفايل يعني بمعنى بوكت اللي هي الطبيعية اذا رجعناها على كلاسيك هي كلاسيك يعني طبيعية بس البوكت هي الاساسية فاذا اجيتوا لهون متل ما نكون شايفين قوائم صارت مو قصة اصغر لكن صارت مناسبة لجميع المنصات ان كانت كميوتر ولا بلاي سيشن وهات شي مهم للاعبين المتعددين المنصات فاذا بدك تغيرها شايفة مثل الموبايل ومو قدرا نتحكم فيها فلازم انك تغير اليو اي اين فتنا احنا ايه ومتل ما نكون شايفين انا حتى استغربت لانه الاعدادات صاروا بشكل غريب ايه المهم فراح نرجع بوكت نحن ما لنا علاقة بس نرجع نفوت نطلع من هون نفوت عالسيتنك بشان يرجع الوضع الطبيعي المهم بدي نبهكم على الشغل هدول الأربعة ما لوا علاقة لتعرب عليهم انت بالموباد خلصي من الآخر هاي ازا موبايلك كمان بتحت ادراج اللاق ازا موبايلك عم يعليق يفضل انك تخففها للخمسة راح اتراجيكم هلأ الفرق متو ما كون شايفين لو انا طلعت لفوق شايفين انتو هو لوين محمل العالم بعد يكتغلق سواد فراح نحاول انه نحن هلأ نفوت على فيديو نرجع لتحت ونروح الرندر ونحطه 13 ولا 13 حيالي المغي حطه عشرة ونطلع شايفين كي العالم كيش عم يتوسع صارت الاشياء اللي ابعد اتبين اصلا يعني شايفين كي في العالم لكو بسطة حتى نحمل من ورا فكمان انه مبالك عم يعليق هاي بتلعب دور فضيع تشونك الواحد هو 16 بلوك بالطول ب16 بالعرض يعني يعتبر شي كتير كبير من اللعبك فانا هو الموبال ينصح اصلا تخلي يتماني هو الوسط ومنح صراحة وزيادة ماكسي فريم ريت فريم ريت فريمات يعني اكثر عدد فريمات بكي يظهر يعني ازمان دك فريمات يطلع فوق الستين وفرج ازمان ثلاثين وهيك فانت حطه UNLIMITED هيك مرحة يعني هيكون لان نهائي ما هتلاقي الموبال يثبت على عدد فريمات معين او فيك تقفر بكل بساطة عدد فريمات اللي بدك يعني ازعلك الميوزر ننتقل على اوديو الميل اوديو اللي هو بكل بساطة الصوت بالعموم يعني كأنك متنوع صوت الموبال لكن اذا انتك تروح بالتفصيل اكثر الميوزيك اللعبة طبعا هو ما بيطلع من كتير بالبوكت لكن بالكو بيبين اكثر فهاي درجة صوت الميوزيك الساوند هي تبع الاسوات بشكل عام مثل كأنك متوطي صوت لكن الاسوات فقط لا تشمل الموسيقى فبالتفصيل اول واحدة انفيرومنت بمعنى البيئة او الطبيعة اللي حولك يعني كان في صوت نهر مي كذا فانت خليتها خمسة عشر حتلاقي دوبطة صوت النهر مي يرح تكون قوي فخلي عثم موسطين او هيك شي بالنسبة لبوكت يعني انت لما تكسر بلوكت او لما تقيم بلوكت او لما تحط بلوكت او لما اي شي تعمل بلوكات مداش الصوت يطلع لما تحط بلوكت مو بيطلع صوت خفيف فانت هون بتقرر انت تطلع قوته هوسط الكريتشر الأعداء أو الموب العدوك يعني اللي بدمجك فأنت هم تحدد صوته إذا كانت صوت الزومبي عم يضايقك إذا عندك موب تراب أو شي فأنت فيك تنزله لل 16-9 قد ما بدك تخطو إن صار حمار مضايقني هلا فريند الكريتشر يعني الكائنات العادية اللي هي غير مؤذية لك فهون كمان تتحكم بمستوها بلايار يعني اللاعبين الجنك بوكس و النت بوكس إنين البلوكات اللي تحط فيهم سيديات أو اللي تتعزف عليهم وإذا رأيت تقص المطر أو الرعد إذا أنت سامق شارف صوت المطر أو الرعد كتير غليظ فأتفك تنوصه التكستو سبيتش اللي هو النص اللي كلام قديش صوته و بس لهم يكون خلاصنا الفيديو أتمنى يكون يعجبكم المهم أتمنى يكون عجبكم لا تنسى اللايك والاشتراك تشاو